اشتركوا في القناة التسويل الالكتروني بدأ بالفعل ناس كتير تستفيد من وجود هذا الموبايل او الانترنت بشكل عام يبيع يشتري يتفرج يتسوق وهو قاعد يدفع وكمان هو قاعد حاجات كتيرة او بتحصل من حوالينا مع رجل احنا مهتمين ولا لا والنسبة عام ازاي فيش احصاءات في الحقيقة على اقل بالنسبة للغاية دلوقتي لكن هنعرف يعني ايه تسويق الالكتروني وازاي تتاجر وانت قاعد في البيت وازاي تكسب فلوس او تدفع فلوس او يجي لك حد من دوب بعدها وانت قاعد عالكنبة ده شيء برضو جديد يعني ومهم كان زمان الدلالة تعد عليك بالبقجة وتفتح لك ودلوقتي البنت الصينية او الولد الصيني برضو يفتح لك الشنطة الجديد بقى اللي هينتشر تسويق الالكتروني ازاك دكتور دكتور طبعا عادل حسين الخبير في محاضر الدولة في التسويق والتجارة الالكترونية برحب بحضرتك وحمد الله عسل اهلا بيك بسم محمد واهلا بكل السادة المشاهدين في مصر وفي كل جديد العربية اهلا بيك هنعرف بس الاول كده يعني ايه تسويق الالكتروني كلنا معنا الموبايلات دي ومعنا فكرة تسويق في جبنة بس احنا مش واخدين بالنا ولا ايه طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم احنا عندنا اكتر من مفهوم في مفهوم الاول اسمه التسويق الالكتروني مفهوم التاني التسويق الالكتروني مفهوم التالت التسويق الشبكي المفهوم الرابع التجارة الالكترونية المفهوم الخامس العمل من المنزل والربح من الانترنت يعني عندنا خمس مفاهيم كلها بتتعلق بالانترنت نبدأ بالتصويق الالكتروني التصويق الالكتروني يعني عندي منتج بعمله عملية بيع وشراء على الانترنت او بعمله عملية تصويق على الانترنت عملية انتشار على الانترنت ده التصويق الالكتروني منتج بنسوقه على الانترنت التصويق بشتري يبقى عملية التصويق تتعلق بالبيع بس عملية التصويق تتعلق بالشراء بس عملية التجارة الالكترونية تتعلق بالاتنين البيع والشراء ان انا باعرض منتج وفي واحد تاني بيشتري هذا المنتج التسويق الشبكي يبعد تماما عن التسويق الالكتوري التسويق الشبكي فكرته بتعتمد أن أنا عندي منتج وليكن ساعة مثلا تمانا في السوق مي جنيه أباعة أو الشركة اللي هي بتعمل تسويق الشبكي الدعب ألف جنيه مثلا مقابل أنك تعمل شبكة تجيب واحد يمين واحد شمال والواحد ده يجيب واحد واحد وتبدأ زي عملية الهرام تكبر الشركة طبعا بتعطي للناس أموال وأموال كبيرة مش أولئلة ولكن بناء على الفلوس اللي بتتدفع من الآخرين يعني أنا أجيب واحد أخذ من جب ده أدل جب ده الشركة بتكسب مبالغ ضخمة والناس بتكسب برضو بس العملية بتاعتها اسمها تسويق الشبكي ده إحنا ملناش أي علاقة به وبنبل عنه تماما إحنا كل شغلنا في التسويق الالكتروني تسويق الالكتروني التجارة الالكترونية طيب المفهوم الخامس اللي هو كان موضوع العمل من المنزل والربحة من الانترنت كلنا الوقت معنا موبايلات كلنا معنا تابلت كلنا معنا الإنترنت في الكمبيوتر عندنا كل الوسائل المتاح ممكن أكسب من مواقع كبيرة جدا زي مواقع اليوتيوب مثلا لما جاء شغل الفيديو ده أكسب من الإعلانات اللي بتعرض في بداية الفيديو يجيب لك الإعلان لمدة مثلا عشر ثواني وبعد ثلاث ثواني يقولك سكيب أستخطي الإعلان ممكن يجيب لك إعلان مستطيل في الشاشة من تحت أي واحد بيضغط كليك على الإعلان ده حدرك بتكسب ده اسمه الربح من اليوتيوب أو ما يسمى اليوتيوب بارتنر مين اللي بيكسب؟ اللي بيكسب صاحب القناة اللي رافع الفيديوهات يعني مثلا لو عندنا برنامج مشهور من البرنامج والبرنامج ده حقق مشاهدات مثلا مليون مشاهدة اثنين مليون مشاهدة ممكن صاحب الفيديو يكسب من المشاهدات دي مثلا ألف دولار ألفين دولار عشر تلاف دولار كان في قصة كان حصلت مع أحد الأصدقاء الراجل ده كان صديق له شخصيا من حوالي خمس ست سنين أو سبع سنين الراجل ده كان حصلت له هو مدرس لغة انجليزية وكان حصل في رجلية كان حصل كسر يعني نازل نسلم فالتانية رجلية وكسرت رجلية فقعد سنة كاملة يتعالج في البيت خلال السنة دي بدأ يدخل على موقع جوجل يبحث كان فيه موقع اسمه جوجل أدسنس تبع جوجل الفكرة بتاعتنك بتعمل موقع أو مدونة فري مجانية والموقع ده بيضع عندك إعلانات موقع جوجل إعلانات عندك بيأجر مساحة إعلانية وأي شخص يضط كريك على الإعلان ده صاحب الموقع بيكسف فلوس فبدأ يتعامل مع الموقع ده أول شهر تاني شهر يكسب حوالي ألف دولار تالت شهر الألف دولار دول خد خمسمائة في جيب وخمسمائة صرفهم على الدعاية عمل إعلان برضو على جوجل حس يزود الزيارات بدأ الألف دولار بقت عشر تلاف دولار عشرين ألف دولار تلاتين ألف دولار خلال سنة واحدة تخيل حضرك حقها دخل كم حقها مية تمانية وستين ألف دولار خلصت الأجهزة بتاعته ورجليه خفت الحمد لله رجع للمدرسة فرايح للنظر الحمد لله على السلامة وطبعا التهكم بقى يا ما فيش بقى خش على الشغل على دول وزميله فقال له ما نهقدم استقلتي دلوقتي وهمشي قال له له يا عالد الوظيفة كويسة وكذا ده كله فحكى لهم القصة بدأ الناس مش مصدقة بدأ هو استقال فعلا من عمله والتاجه للعمل الحر دلوقتي ما شاء الله من أكبر خد نص المدرسين معاه أكيد يعني خد بعض الزمالي يشتغل معاه فبارب حول مجال ما يسمه جوجل أدسنس هنا الخدمه طبعا هو كل شيء بتوفيق إلا لكن لكن يعني الدعائم اللي هو ارتكس عليها يعني مثلا اللغة الإنجليزية نفاته اللغة الإنجليزية نفاته طبعا نمرة واحد تفرغ البحث عن الذات اللي هو أنا هضيع فركز جامد جدا في مصدر دخل إضافي طبعا التركيز التركيز أساسي اللي هو الإنجليزية نفاته بس مش معنى أن أنا معايش لغة لو أنا بتكلم لغة عربية أنا ممكن أعمل موقع عربية بس هو الفرق أن قيمة النقرة اللي بتتم في جوجل أدسنس مع الأجانب أعلى بكتير من قيمة النقرة مع العربية القيمة المادية القيمة المادية يعني أنا مثلا لو أعمل موقع عن الفوركس أو موقع عن التجارة الإلكترونية أو موقع عن البيع والشراء على الإنترنت أو أيا كان المجال بيشتغل فيه الويب هوستنج مجال استضافة المواقع الحاجات دي لها أسعار عالية جدا في النقرات وفيش شركات منافسة بتبدأ بالإضافة لحجم الزيارات أنت لما تعمل إنجليش هتلاقي من أكتر من دولة هيا يشتركوا أو يضغطوا كليك عندك حجم الزيارات بتوقف على الدعاية كده أنت الحركة وكان بياخد يعني أول مبلغ ياله جاله ألف دولار حتى 500 بجيبه 500 عمل بيهم دعاية على الإنترنت ده ما يسمى التسويق الإلكتروني هو أصلا فاهم تسويق بيسوق تسويق اللي هو اليدوي كان شغال بي لغة مدخل ألف دولار دي ولما جاله الفلوس بلق يشتغل الاتنين تسويق مدفوع وتسويق اللي هو اليدوي تسويق المدفوع ده بعمل إعلان مثلا مع الفيسبوك بيجيب لي ألاف الزيارات وبستهدف الدولة وبحدد الزكرة أو أنس طيب أنا دلوقتي في محورين أنا هركز عليهم لأنه ده اللي هينفع الناس شوية بشكل مباشر جدا أسرة المصرية أنا أفترض مع بعض حالتين حالة حد عايز اشتريه منتج وهو قاعد في البيت ميكسل بقى المهم منه بدأ يطلع على الكمبيوتر وعجبته أشياء بيتعامل إزاي دي حالة الحالة الثانية أنه أنا هشتغل حاجة جوه البيت منتج أي أن كان حرف يدوية غيره مشغولات وبرضو عايز أرفع الأشياء دي على النت الحاجتين يهموا أي أسرة مصرية أو أي أسرة في العالم فنركز عليهم ونشوف ممكن خطوات تودي الغد فيها طيب أنا هدي لحركة مثال عملي أنا من حوالي الأسبوع اللي فاتي ممكن كان يوم أعتقد السابت أو الحد كان جالي صديق هو كان شغال في إزعاد القران الكريم موزيع في الإزعاد فجي قاعد معي واتكلم معي قال أنا انا اشتغلت في التجارة الإلكترونية وعجبني الفكرة بطول اشتغلت فيها إزعاد هم عندوش طبعا علم ولا عندو ضرائع بيقول لأنا كان عندي انتري في البيت الانتري دا كنت جايبه بحوالي 1500 جنيه المهم لقيت المكان مش سايع والمكان مش مقضي فقلت يبيعه فحاولت يبيعه فلان وفلان وفلان كل اللي ييجي عجين روبابيكيا أه روبابيكيا أقصى سعر جالي 900 جنيه كان يخسر 600 جنيه فبيقول لي ابني عنده 13 سنة قال له بابا جربت عرضه على الانترنت أحد المواقع يعني بدون ذكر اسمها فعرضوا موقع كبير وموقع اسمه الموقع الأعلانات المواب أو classified ads عرض الانتري اللي عندو دا جاب له 2600 جنيه فبدل ما كان هيخسر مبلغ كبير 600 جنيه كسب فيه أكتر كسب أكتر فقلن عجبني الموضوع فإيه رأيك تعلمني التجارة الإلكترونية من الأساس قلت له أنت عشان تعلم تجارة الإلكترونية لازم في الأول تعلم التسويق الإلكتروني لأن دا الأساس بالنسبة لك أنا دلوقتي عندي منتج هم بعرفش أسوأ مين اللي هيجي يشتري تمام وعندي منتج المنتج دا منتج يعني أين كان بقى منتج جيد منتج يعني دا فيه ناس بترفع بترفع دلوقتي بانطلون عنده عايز يبيعه بيرفعه اه طبع شوز وهكذا يعني حاجات بقى غريبة جدا الميزة حد بنت عندها اسورة قديمة ولا حاجة بس فيها مشغولات كده ترفعها وبيحصل يعني إنها بتبيع برضو الميزة في المواقع فيه جزء خاص بالمستعمل وجزء خاص بالجديد فقال انت عنك مستعمل بتبيع عندنا من أكتر المجالات اللي نكحة التسويق العقاري يعني كان عندنا طالب كان معنا في الدورة واصلا كان مقيم في السعودية وشغال في السعودية لما نزل مصر كان نازل أجازة مدة شهر وهي رجع تاني فجي قعد معي قال أنا عاوز أتعلم ويعمل قناة على اليوتيوب ويعمل صفحة على الفيسبوك ويسوق على السوشيال ميديا كلها جوجل بلاس الدول بيتكلفوا كم فلوس الثلاث اللي هو موقع يعني تقريبا أولا أولا الموقع أنا ممكن أعمل حاجة اسمها مدوانة زي الموقع بالظبط بس الرابط بتاع الموقع بما يبقى اسمه مثلا محمد.com هيبقى محمد.blogspot.com أو محمد.wordpress.com بيسمع منصات بتوفر لي مواقع مجانية بحيث لو حبيت الشري منهم بعد كده يبقى هم هشري منهم ويشلي كلمة كلمة في نصر .com على طول فممكن أعمل مدوانة مجانية هو بقى مدوانة مجانية صفحة الفيسبوك مجاني تمام قناة اليوتيوب مجاني حساب على لينكد إن مجاني ولينكد إن موقع توظيف ما لدفع في إيه ما لدفعش في أي حاجة إلا الإعلان الممول يعني هو اشتغل وطبعا درس إلكتروني ووجهته عن تسويق العقاري المهم يعني خلال إسبوعين بالضبط اتصل بي وأنا الحمد لله اشتغلت في التسويق العقاري ونجحت فيه وفتحت مكتب في اسكندري هو قصم المنصورة ساب المنصورة وراح فتح مكتب في اسكندري كده ما كان في بلات الصيف وبيقولي الحمد لله شغال في الأراضي هو ده يغني عن التحرك على أرض الواقع؟ هو أغنى فعلا الحمد لله هو لغى فكرة السفر للسعودية خالص لأن فيه ناس برضو بحصل عندها لابس لو أنا عملت الموقع والصفحة وظهر خلاص بياناتي وبدأ الجمهور يقراها أنا بقى كصاحب مكان وهشتغل في التسويق وهبقى وسيط أو سمصار أو هبيع أو هشتري لازم أحتك أنا بأرض الواقع أنزل مواقع يعني معمارية أو غيره ولا كله ينفع من على الانترنت وأنا قاعد يعني أخذ من موقع حط في موقعي وهكذا هو إحنا بننصح في الشركات التسويق الإلكتروني العقاري بحاجتين لو هي بنت مش هينفع عنها تنزل تلف وتروح معينة وكلام دي كله لو هو شاب بينزل يلف فهو الأفضل طبعا أنه هو يشتغل بالاتنين التسويق على أرض الواقع والتسويق الإلكتروني معنا تحرك مثلا عندك شقة وليكن الشقة دين في إسكندريا وأنا موجود هنا في القاهرة وأبحث على شقة في إسكندريا وهو بسيط إلكتروني في النص فبيبدأ هو بيعين المكان والأفضل أن هو بيصوره بيصوره فيديو ويرفع القناة بتاعته على اليوتيوب ويبدأ يعرضه على عشان يبقى عنده جديد ويبدأ يعمل إعلان ممول الإعلان ممول دا يعني الحركة خير ممكن يجيب لك مثلا عشر تلاف زائر في اليوم حسب المبلغ أنت بتدفعه بتعمله فيزا كارد بتعمل إعلان ممول وانت قعد في البيت وحط رجل على رجل والزبون بيجي لك ويجي لك آلاف الاتصالات لو مكسبتش من العقار نفسه تكسب من الإعلانات تكسب من الإعلان وغير كده أنت سمعت في السوق كله أو في مصر كلها أن أنت مثلا مسوق عقاري دخلت المجال دخلت المجال أنا مثلا أنا باجي أعمل دورة أنا عملت الحمد لله في الجزائر في تونس في ليبيا في المغرب في كل الدول العربية فضل الله عز وجل أنا لما باجي أعمل أي دورة في أي بلد الناس اللي هناك هم ما يسوقوش هو بس مجرد أنه منظم هناك بيحجز لنا الفندق بيحجز طيران بيحجز القاعات بيستقبل الناس بيأخذ الفلوس وعكذا كل التسويق الإلكتروني بيتم من مصر هنا بسواء في المغرب بسواء في تونس بسواء في الجزائر تمام الناس اللي هناك دورهم بس أنهم تنظيم موضوع التسويق ده عليه نحن فأنت من مصر ممكن تسواء في أمريكا من مصر ممكن تسواء في إنجلترا من مصر ممكن تسواء في أي دولة تعجبك يعني أنا على سبيل المثال أنا دوراتي مثلا من العملة لسه من حوالي برضو خمس ديان اتصل بي وياحد من إنجلترا هو سوري مقيم في إنجلترا وبيدرس في جامعة جامعة كبيرة أنا نتكس مع جامعة ليدز بيدرس ماجستير في التسويق الإلكتروني والديجيطال ماركتينج فكلمني قال لي بصراحة المجال كويس جدا وعجبني بس هي المشكلة أننا عندنا دراسة أكاديمية أكاديمية بحتة ما بركزوش على الجزء العملي فأنا عاوز أخذ منك الجزء العملي اللي هو التسويق الإلكتروني أنت بتدرس يقولت له الله بندرس أول حاجة الإيميل ماركتينج إزاي تعمل حاملات على الإيميل بندرس السوشيال ميديا فيسبوك تويتر لينكتين جوجل بلاس تمام بندرس التسويق على اليوتيوب إزاي تعمل قناة اليوتيوب وترفع وتعمل أكتر من قناة بندرس تصميم المواقع الإلكترونية بندرس عمل إعلان الممول على الفيسبوك وعلى جوجل بندرس التسويق على المنتبات أكتر من مجال تقدر تدرسه فعجبوا للموضوع وقال لي لأنا كده أكمل معاك ونجمع بين الجزء الأكاديمي معاش هذا قوية جدا من جمعة ليديس في بريطانيا ومعاك جزء العملي اللي هو التسويق عايزين نأكد برضو على طبعا البيت الواحد دلوقتي لو كانوا خمس أفراد بيبقى فيها على الأقل خمس موبايلات ممكن يكونوا ستة دي حقيقة ومعظمه أندرويد خلاص ما بقاش القديم ده يعني مع الجدة أو حتى عندهم دلوقتي التليفون الحديث يعني ما فيش حجة عند الناس إنها بس تغير من سلوكها شوية في التعامل مع هذه الشاشة ويتطلع أكتر يعني بدل ما يحصر نفسه على صفحته في الفيسبوك ويبدأ إيه بعد تحيات وناس يعني بتستهلك وقتها في البجات المطبوعة السريعة جداً وينزلها وكأنه موجود إزاي يتعرف ويؤمن من داخلي إنه هيكسب فلوس وممكن الأسرة كلها تشتغل في حاجة وهم عادين هو أول حاجة طبعاً نازم يكون عندك منتج المنتج ده إما منتجك أنت أو منتج الغير أو منتج لشركات الربحية اللي هي بتقدم عمولة مقابل اكتصالها خدت المنتج المنتج ده بتعرضه على الإنترنت بقى ليه لينك أو رابط هبدأ أشتغل كل السوشيال ميدي عامل أبليكيشن على الموبايل يعني فيسبوك عامل تويتر عامل جوجل بس عامل ببدأ أخذ الحاجات دين وببدأ وأنا قاعد التغريدة اللي بعملها على تويتر يبقى فيها الرابط تعالى المنتج بتاعي المنشور اللي بنشوره على الفيسبوك فيه الرابط بتاعي المشاركة اللي بعملها على جوجل بس فيها الرابط تعالى المنتج بتاعي وببدأ أكسب مكاسب كويسة جداً من خلال وانا قاعد في البيت وانا راكب المواصلة وانا رايح الشغل بتاعي وانا عندي وقت فراغ من خلال الموبايل مش محتاج ان انا قاعد قدام الانترنت 24 ساعة لو انت ما عندكش منتج وحن تكلمنا في حلقة قبل كده ممكن نعلمك تصنع منتج اللي هو المنتجات الصيني اللي قلنا عليها الخزف التحف الهدايا تكلفة المنتج لا تتعدى جنيه وانت بتبيع المنتج ده ب50 جنيه يعني مكسب 50 ضعف هاتلي انت اي شركة هتديك 50 ضعفة في المكسب بتاعك يعني انت هتبيع مباشر هتبيع مباشر ما عندكش منتج نعلمك تعمل منتج مش عاوز تشتغل مع شركات ربحية فيها الاف المنتجات خد منتج وسوء كإنك بتوجه الكلام لكل الشباب اللي احيانا يقول انا الالف جنيه مش عجباني طب انا مش لقى شغلة اصلا وهكذا فبتقول في فرص وفي في فرص ضخمة محاولات لازم تحاولها وهأكد تاني التسويق الالكتروني مش محتاج راس مال عشان ابدأ التسويق الالكتروني يا جماعة غير التسويق الشبكة التسويق الشبكة طبعا تشتري حاجة ب1000 جنيه وهي تمنها برب مي جنيه التسويق الالكتروني مش هتدفعه ولا حاجة يعني عندك موقع مجاني عندك قناة مجاني عندك كل حاجة مجاني كل اللي انت بتدفعه طبعا تماما تدور انت بتلسن فيش اكتر من كده خالص جميل الموضوع ممتد ومش هيخلص لأن المسألة على طول فيه تسويق وتسوق يومي في العالم كله إحنا بس النايمين شواء على ودننا محتاجين نفوق بجد يعني إن شاء الله نشكرك دكتور عدل حسين المحاضر الدولي في التسويق والتجارة الإلكترونية شكرا جزيلا إن شاء الله شكرا جزيلا نشكركم مشاهدينا وإن شاء الله بكرة يوم جديد اشتركوا في القناة